حلقة جديدة من كشك الصحافة نطارع فيها منها التوابل والباستا والصحف مواد يحضر الاحتلال ودخولها إلى قطاع غزة السودان مصاب الأمراض المزمنة يواجهون شلل الحرب خزانات تخفف عطش السكان والمسافرين بين لاحج والتعيز أهلا بكم جولتنا نبدوها من صحيفات الغارديان البريطانية وتقريرها حول السياسة الإسرائيلية المتقلبة لمنع دخول مواد وأغذية إلى غزة وقال التقرير الذي أعاد ترجمته ونشره صحيفة القدس العربي قالت إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تحضر قائمة بالمواد من الدخول إلى القطاع منذ سيطرة حركة حماس على السلطة عام 2007 وجمعت منظمة غيشا وهي منظمة إسرائيلية تدعو إلى حرية الحركة للفلسطينيين جمعت قوائم للمواد الممنوعة على سكان القطاع بدءا من الصحف إلى الحلويات أو الدفاتر والحلويات كانت السياسة الإسرائيلية تهدف إلى معاقبة السكان على أمل أن يثوروا ضد حماس ووصف دوف ويسغلاس مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي في حين إيهود أولمارت الاستراتيجية بالقول كانت الفكرة هي وضع الفلسطينيين في نظام حمية ولكن بدون تركهم يموتون جوعة واتسمت عملية الحصار بالشد والجذب خلال السنين التالية ففي عام 2018 منعت إسرائيل قرابة ألف مادة أساسية من دخول غزة وتضم أثواب الزفاف والسفنج الغسيل والزجارات الأطفال والحفظات إلى جانب الغاز والوقود والباستا والمربى وحب الهال والكمون والزنجبيل وفي مارس الماضي نشرت CNN تقريرا حول المواد التي تمنعها إسرائيل بشكل منتظم ومنها أجهزة التنفس الاصطناعي والتمور وأكياس النوم وأدوية السرطان وحبوب تنقية المياه ومستلزمات الولادة مع دخول الحرب في غزة يومها الثالث والستين بعد المائتين استهدف الاحتلال الغربية رفح بغارات جوية وقصف مدفعي وإطلاق نار من الدبابات كما شن غارات على مدرستيء وتابعتين للأنروة في مخيم الشاطئ وحي الدرج ومناطق أخرى وفي الضفة اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطا في نابلس وحاصرت عددا من أحياء المخيم واشتبكت مع مقاومين سياسيا قال القيادي في حركة حماس خارل الحية للجزيرة إن الحركة جادة ومستعدة لمفاوضات حقيقية إذا التزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بن ياتمين نتنياهو بمبادئ الرئيس الأمريكي جو بايتن وتابع نتنياهو لا يريد إبرام صفقة ويكرر مواقف لا معنى لها عن النصر عن الغرب الذي قام بتحديث القصة الفلسطينية وزجها في متاهات المفاوضات والتنازلات وتسويقها على أنها بدأت في السابع من أكتوبر الماضي وتحت عنوان تحديث القصة الفلسطينية كتب فواز حدد مقالا في العرب الجديد جافي كثيرا ما نجح مصطلح المؤامرة في تفسير الحروب في العالم وحتى انتشار الأمراض والأوبئة وطاول البيئة واللقاحات والجندر لم يستثن شيئا هناك أناس مرضى به ينسبون إليه ما لا يطيقونه إلى حد تسخيفه وهدره على التوافئ الجانب الجيد أنه يريحهم من التفكير وهو أسوأ ما يفعله في الوقت نفسه يبدو إغفال المؤامرة كلية من قصر النظر إنها موجودة ويكمن خلف ترويجها تدبير عقلاني ومخططات بعيدة المدى وترتيبات عاجلة وآجلة تفتقد نكبة فلسطين إلى المؤامرة طالما ينقصها عنصر سرية فقد كانت معلنة منذ المؤتمر الصهيوني ووعد بلفور وسبب نجاحها أن الصهيونية طرحت دولتها قبل أن يصبح الاستعمار شيئا من الماضي تسارع العمل عليها بتدفق سفن المهاجرين اليهود إلى فلسطين ولم يكن من المفارقة أبدا أنه تم تحت حماية الاستعمار البريطاني قبل رحيله عن فلسطين وحلول اليهود محل البريطانيين كانت عملية تسلم وتسليم فاليهود أدركوا نهايات الزمن الاستعماري قبل رحيله وكان في أفول فانتهزوا الفرصة وأعلنوا دولتهم لألا نقع في حبائل ما يزعم من تآمر ومؤامرات يستحسن التنبيه إلى أن الغرب قام بتحديث القصة الفلسطينية بتعقيدها وزجها في متاهات المفاوضات والتنازلات والتلاعب بها والسعي دائما لإغفال أسبابها والبدء دائما من جديد طوال ثلاثة أربع القرن آخر ما نشهده تسويقها على أنها بدأت في السابع من أكتوبر الماضي والسبب حماس شنت الحرب على إسرائيل الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط هذا التحديث لم يكن جديدا لكن الآن أصبحت حرب الإبادة مبررة ما يكشف أن المؤامرة في الواقع ما يمارس من تزويره بزعم أن حماس حركة إرهابية بل من أنها حركة تحرير وطني وإسرائيل بل بينما أنها استعمار استيطاني القصة الفلسطينية واضحة وبسبب وضوحها نالتها أطنان من التعمية والتزوير نزحت مئات الأسر من سكان منطقة جبل مويا بولاية سنار جنوب الشرقية السودان بعد سيطرة قوات الدعم السريع عليها ما يهدد أمن طريق حيوي يربط الولاية بولاية النيل الأبيض في الجنوب تحدث شهود في تقرير لفرانس بريس نقلته الحرة عن نزوح المئات من سكان قرى جبل مويا باتجاه مدينة سنجا وأسفرت الحرب في السودان عن مقتل عشرات الآلاف بينهم ما يسل 15 ألف شخص في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور لكن ما زالت حصيلة قتل الحرب غير واضحة فيما تشير بعض التقديرات الأممية إلى أنها تصل إلى 150 ألف وإلى جانب الأرقام الضخمة للضحايا سجل قرابة عشرة ملايين نازح داخل السوجة السودان وخارجه في السودان أيضا وجدت الحرب أزمات كبيرة تفاقمت درجات مآسيها بالنسبة إلى من يعانون من أمراض مزمنة تحتاج إلى علاجات دائمة ومكلفة صحبة العرب الجديد نشرت تقريرا عن ذلك وقالت إن أصحاب الأمراض المزمنة تتضاعف آلامهم ونقلت تقرير معاناة موسى محمد آدم المصاب بمرض الفشل الكلوي والذي كان يخطع لعلاج دوري مجانا أما الآن فهو مثل غيره من المرضى الذين يعانون من عدم توفر فرص العلاج سواء عبر الانتظام في جلسات الغسيل أو في الحصول على أدوية ولا يختلف وضع مرضى الفشل الكلوي عن مرضى السرطان الذين يصلوا عددهم إلى 12 ألفا منهم أربعة آلاف طفل فهم في حاجة مستمرة إلى علاج إشعاعي بسعر يناهز 800 دولار شهريا تقول الدكتورة فاطمة الأمين الطيب لم يعد العلاج الكيميائي يتوفر بنفس الكمية وهناك نقص حاد في عدد من أنواعه عن الفرنسي الحيوي المتبرم المعارض الشارد نحو اليمين واليسار حامل جميع قضايا الأرض على كتفعي تحت عنوان حاذر الأمزجة في الحر كتب سمير عطلة مقالا في صحيفة الشرق الأوسط هل سوف تذهب فرنسا حقا إلى اليمين حاذر المزاج الفرنسي خصوصا إذا كانت الحال في البلاد مثل ما هي اليوم إضرابات وأزمات محلية وخوف أوروبي وقلق في كل مكان التكاهن صعب والفرنسي فائر دائما وحامل جميع قضايا الأرض على كتفيه وقد أسقط ديغول في الشوارع مع أنه كان أفضل عهد في البلاد لكن ذلك لم يكن أهم مثال للمزاج في قراءة التاريخ الفرنسي نماذج لا تحد ولا تصدق بالنسبة إلي كانت أفضع أحجية هي التالية كان فيكتور هيغو أعظم شعراء فرنسا وروائيها ومسرحيها وسوف يمضي في المنفى 20 عاما وهو أمر غير مستغرب في بلاد حرية إخاء ومساواة فقد نفت أيضا كبير المفكرين فولتير وسواه ولما توفي هيغو قرر الفرنسيون الثأر لصانع مجدهم الأدبي فخرجوا في الأول من يونيو حزيران من عام 1885 يودعونه في أكبر مظاهرة في التاريخ مليون بشري ساروا خلف نعشهم مسجى على عربة تجرها جياد الحزن المطهمة الفرنسيون الذين خرجوا بهذا العدد في وداء صاحب البؤساء سوف يخرجون بأعداد أقل قليلا عام 1923 في وداء شاعر عادي وروائي عادي وسياسي عادي هو موريس باريس وهذا دأب للفرنسي الحيوي المتبرم المعارض الشارد نحو اليمين واليسار بالحماسة نفسها والقناعة نفسها والهواس نفسه فقدت فرنسا هذا الأسبوع اثنتين من وجوه الفن والجمال الممثل أنوك إيمي والمغنية سوزان هاردي وهما وجهان من عصر الشعر كلتا هما كانت غارقتين في السياسة لا حيادة في فرنسا ولا هدنات ثم من أجل ماذا أنشئت المقاهي والأرصفة ألم تنشئ الأرصفة من أجل أن توصف المقاهي عليها كانت أنوك إيمي وفرنسواز هاردي في اليسار من العيب أن يكون الفنان في اليمين وكانت هاردي الساحرة قد جاءت إلى الغناء من أحياء الفقر وراحت تغني وتؤلف وتلحن بادئة بأنشدتها اللطيفة جميع الرفاق الذين من عمري بلغوا الثامنة عشرة اتهمت الحكومة ميليشيا الحوثي بمواصلة حملة اعتقالات بدأتها مطلع الشهر الجاري ضد موظفي إغاثة بمنظمات دولية وأممية ومحلية في صنعاء مشيرة إلى أن عدد المعتقلين تجاوز سبعين شخصا وزير حقوق الإنسان والشؤون القانونية أحمد عرمان قال لوكالة الأنباء الصينية شينخوا أن الحوثيين يواصلون حملة الاعتقالات في صنعاء ودع المسؤول الحكومي جميع المنظمات الدولية في صنعاء لسرعة المغادرة حفاظا على سلامة موظفيها وحماية للنشاط الإغاثي والإنساني نفذت ميليشيا الحوثي في الأسبوع الأول من يونيو الجاري حملة استعدافت عشرات العاملين في المنظمات الأممية والمحلية في صنعاء وبقية مناطق سيطاتها خلال سنوات الحرب تعددت واختلفت المبادرات الاجتماعية لكن مؤخرا وعلى جنبات الطرق التي تربط محافظة تعز بمحافظة لحج والعاصمة المؤقتة عدن انتشرت خزانة مياه متوسطة الأحجام لسقيا الماء وتزايدت هذه المبادرات مع فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على المياه وفق موقع المشاهد تستهدف تلك المبادرات طلاب المدارس والمسافرين وعامة المارة وسكان تلك المناطق وتتركز غالبية تلك الخزانات في المناطق النائية وعلى مفترقات الطرق ومنعطفات الأودية الطويلة خاصة في وادي مهباق بمديرية المقاطرة ووادي شاب بمديرية طول الباحة بلحج إضافة لحيفان في تعز يقول شكيب الكندي وهو أحد موردي مادة الثلج إن انتشار خزانات سقيا الماء مبادرة مجتمعية ينبغي تشجيع منظميها ومساندة جهودهم أحرص عند عودتي كما يقول من العمل على وضع الثلج داخل بعض الخزانات ليبقى الماء باردا قدر الإمكان يصمت اليمنيون حين يجب أن يتكلموا ويتكلمون بصورة جنونية حين يجب أن يصمتوا تحت عنوان علمانيون ومتدينون تحركهم الغرائز كتب عبد العزيز المجيدي مقالا لموقعي بالقيس نطعنا جزء أمين هذه العبارة تصلح منطلقا للحديث حول انشغالات اليمنيين على الشبكات الاجتماعية خلال اليومين الماضيين وكيف تبدو حالة التتيه اليمني عميقة وضاربة في اللامعقول ينغمس الناس في التطفل على الفضاء الخاص للأفراد وينصرفون عن ما يفترض أنهم يشكلوا جوهر حياتهم في الفضاء العام ما الذي يجعل هؤلاء ينشغلون بلباس امرأة ويتجاهلون ما يمس حياتهم ويشكل مصيرهم في بلد عالق يعيش نتائج حرب ما زالت تفاعلاتها تفصح كل يوم عن مأساة لا تبدو أولوياتنا مرتبة كما ينبغي لبلد يغرق وليس هناك فاعلون جديرون بمهمة إعادة ترتيب اهتمامات الناس لأنهم أصلا منشغلون بأولوياتهم أو لنقل مخاوفهم أو أطمعهم لا فرق هنا بين المتدين والعلماني كل الفريقين تحركهم الغرائز وليس المثل يمكننا أن نسأل ما هي الأضرار العامة التي سببتها أصور الموديل اليمني خلود على حساباتها الشخصية في الشبكات الاجتماعية كم قتلت من الأشخاص في بلد تسيل فيه كل يوم دماء أصبحت أرخص من الماء وكم عرضا أصابت في بلد يناموا واستيقظوا على قضايا هتك عراض وبيعها والمتاجرة بها هناك آلاف الأسئلة التي تقذف بها يومياتنا عن القسوة والبطش والترويع الذي يلازم حياة الشعب اليمني من أقصاه إلى أقصاه دون أن يجد انصافا أو تضابنا علمانيا مؤثرا أو يقضة دينية إذا كان الناس متدينون ومحافظون الذين اعتبروا ما فعلت المرأة وزوجها تعديا على العادات والتقاليد والتعاليم الدينية فلماذا لا تستيقظ هذه الحساسية حيال وقائع نالت من كرامة وأعراض وحقوق نساء وعائلات ما زالت طازجة شمالا وجنوبا قبل أسابيع تعرضت فتاة من أسرة ضعيفة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي للاغتصاب الفتاة نفسها تعاني من إعاقة ما يجعل الجرم المرتكبة مضاعفا وقد أخذ شقيق الفتاة بثأره وقتل مرتكب الجريمة كان تفاعل الناس محدودا رغم الضرر المروع بحق الفتاة وعائلتها ولم تتحول القضية إلى رأي عام بعدها انصرفوا للتفاعل الخافت مع شقيق الفتاة الذي حكم عليه بدية مغلطة أربعين مرة وإجباره على نقل سكنه وكان ذلك ما قررت سلطة الأعراف اللعينة ومررت سلطة الأمر الواقع الألعان نشرت فرانس بريس مجموعة من الصور عن معاناة السودانيين وخاصة للنازحين مشاهدها معا نشرت فارانس بريس مجموعة من الصور عن المقابل المشاهده وشترك فرانس بريس مجموعة من الصور عن المقابل المستعدين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة